فرصة للعيبة 2005 خاصةً ده الفريق اللي تحت الدرجة أولى إن كل لعيب يظهر بمستوى كيس المباراة مزاع على الهواء مباشرةً على قناة الناد الآلي فرصة لجهاز الفني المستر كولر إنه يتابع المباراة وكمان لو لعيب ما حصلوش نصيب يقدر يسوأ نفسه فيما بعد طبعاً بص كابتون أسامة إحنا اتكلمنا قبل كده في النقطة دي يمكن دي فرصة كبيرة جداً للعيبة ديها كابتون أسامة إنه هم كل واحد يعبر عن نفسه لأن إنت في السن دوت إنت هتتشاف من حاجة واحدة بس لازم يكون عندك منتخب يا منتخب شباب يا منتخب ناشئين عشان الناس تعرفك إنت دلوقتي قم عندهم منتخب شباب يعني والفترة جاية في تجمع منتخب الشباب هيلعب المستوى أنا أقول ريدي ده موجود بس أنا بتكلم بقى إنت معاك نقطة تانية إن إنت ما تشاطر تزايا من خلال الناد الأهلي فدي لو إنت حد مش بيتابع منتخب مصر فإنت لأ قناة الناد الأهلي مصر كلها بتشوفها طبعا كان نفس الواحد على ياما كابتن السامة طبعا كنت أشوف لا أشوف يجوان ولعب كبير قوي فدي حاجة مهمة جدا فلازم كل واحد يعبر عن نفسه كل واحد يقول أنا موجود لأنه زي ما أنت تكلمت كابتن السامة ده آخر آخر مرحلة ليك في قطاع الناشئين هي تقول أنا موجود يا مش موجود فنتمنى طبعا كل واحد يزر إمكانياته والتوفيق طبعا ليه إن شاء الله دكتور سابت تشكيلة الناد الأهلي على الورق تلاتة 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 واحد هي على الورق ممكن نشوفها في الملعب بنفس الشك ولا عبد الحميد حسن ممكن يكون ليه فكرة آخر في توظيف اللعبة داخل الملعب التشكيل الناد الأهلي أنا شايف أنه هو تشكيل هجومي بحت هجومي برضو ده من الحراس اللي بموجودة على طور بتصعدت فريق أول يعني أريد من الصورة بشكل كبير والتلاتة اللي وراء إسلام عبد الله معتز محمد محمود لبيت تلاتة مدفعين قدامهم مين اللي بيبقى واقف أحمد وحيد أحمد وحيد ده ارتكاس دفاع بحت يبقى أربعة اللي قدام بقى يوسف عفيفي وإبراهيم عادل ومحمد رضا وعبد الرحمن فارس اللي هو فارس خالد والشام مصطفى وزعلوك واحد ده محطوط نحية الشمال على الورق اللي قدامنا محطوط نحية الشمال إبراهيم عادل برضو لعيب ارتكاز وسعاد بيلعب باكراي بيلعب باكيمين من اللعيب الكويسة فارس خالد صنع ألعاب اللي هو رقم تمانية وهو الدفل فرقم مسجل تلات أهداف رقم تمانية محمد رضا من اللعيب اللي بتخش الجوة اللعيب اللي هي صح بالقدم اليسرى بتخش الجوة دايما وبتشوت لعيب مميز هشام مصطفى برضو بيلعب بالقدم اليمن الجناح نحية الأيسر تخلي بالكم الاسم هشام مصطفى ده لعيب مميز جدا لعيب مهاري لعيب موهور وبيلعب صنع ألعاب وبيلعب جناح يعني انت لو بصيت حضارك هتلاقي ان القدرات الدفعية بتاعت زعلوك مثلا بتاعت عبد الرحمن فارس بتاعت هشام مصطفى بتاعت محمد رضا بتاعت يوسف عفيفي بتاعت إبراهيم عادل كلهم قدرات الدفعية عندهم قال فالتشكيل هجومي يعني الكابتن عبد الحميد حسن حاطت ست لعيبة قدام واربعة وراء هنا بقى مطلوب ايه مطلوب ان اولا احمد وحيد لازم يكون وقف قدام التلاتة عشان تمنع الهجمات المرتدة لطلاع الجيش دي اول نقطة النقطة التانية ان ما يكونش يوسف عفيفي مثلا تمركزه نحية الشمال مؤثر عليه لان يوسف عفيف اصلا لعب صنع على العاب زي افشة كده نفس الستايل فانت النهاردة لما تيجي تحطه نحية الشمال هيتطر يخش الجوة دايما ولا هل هشام مصطفى هو اللي هيرجع دايما ويوسف عفيفي هو اللي هيدخل للعمق فاحنا مستنين نشوف ده على الورق لان مكان يوسف عفيفي مكان مختلف جدا عن اللي هو بيلعب فيه ابراهيم عادل ده واحد من العابة الممتازة جدا